يفر إلى الله تعالى من الكفر والشرك إلى التوحيد تكون عقيدة في الله صحيحة يكون موحد وأن كان رجلاً أو امرأة وموحد بمعنى أنه يفرد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيعتقد أن الخالق هو الله وحده لا شريك له والرازق هو الله وحده لا شريك له والمحيي هو الله وحده لا شريك له والمميت هو الله وحده لا شريك له والمالك هو الله إلى خيره والمدبر فيفرد الله بربوبيته ويفرد الله بألوهيته فلا يعبد إلا الله عبادة لأله النذر لله الذبح لله ما يمش لي قبة يقول لي صاحب القبة أنا لو ولدي بيقى كويس بجيب أطبح لك نذر وذبح وهذا شرك بالله تعالى يقول لا أنا لو بيقيت كويس بوزع لك تمر وهذا تقرب وشرك بالله سبحانه وتعالى ونذر ويدعوه من دون الله يعتر يا فلان الحقنة زي واحد في السفينة كورة قد قالت يا صايم ديمة جبلين حليمة قال وحليمة وين ذاته صايم ديمة وين صايم ديمة مدفون مات والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وينادوا واحد في العزب كاتف في عربيته يبشام وروق الدام ومن تعتر تنادي غير الله يا فلان الحقنة ويا فلان افزعن عقيدتهم في الله منحرفة قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أزولكم وحد ويوحد الله في أسماء وصفاته والمشركون الأولون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية يقول الخالق الله والرازق الله والمحيي الله والمميت الله والمدبر للكون الله والبرزقن الله سبحانه وتعالى وهذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم كانوا يشركون بالله في الألوهية يقول الخالق الله لكن ينادوا الله وينادوا غير الله هذا الشرك هنا قال محمد مان الجامي رحمه الله تعالى قال وإذا كان القرآن يلزم المشركين الأولين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنهم يقرون به فما الحيل في هؤلاء المشركين المعاصرين وهم يشركون في الربوبية بأي شيء نلزمهم وده يلقى لك الربوبية مؤمنين بها عشان كي يقول لهم أنت تعلم ما مؤمن بالربوبية الربوبية دي بتختضي شنو توحيد الألوهية وقال لك نازك الده لأنهم خلل في الربوبية ذاته يمسكون من وين ذيل ذاته زول بيقول غير الله بدي الجنة لكن بتمسكهم لأنه النصوص قوية يقول غير الله بدي الجنة وعد تتزوج سنتين ثلاثة ما في جنة الجماعة يجوها يقول لها ما تمشي لفلان الفك فلان الفك فلان ليه والله بديك جنة بديك جنة ويعملوا فيها قصايد كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وطفل كم أدى طفل كباشي يمشي لكباشي يقول لد دين الجنة والله يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي مرة تمشي للشيخ تقول لد دين الجنة هذه جاهلة ويخشى عليها من أن تكون مشركة في عينها لأن ما قامت به من الشرك بالله سبحانه وتعالى لذلك إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى ويفر إلى الله واحد ثاني يتمش للشيخ الشيخ شوف له الرائحة وين وعنده ذهبات رائحة شوف له وين يمشي له مرات في القبة يكون ميت ومرات حي يمشي له دجال والدجال بيدعمل مع الشياطين والجن ويدعي أنه يعرف الغيب ويعلم الغيب والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ويحلف بغير الله يقول وحاد جناء وحاد النبي وحاد كذا وهذا شرك بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ويعتر يناد الشيخ يا برعي القوم الحقنا ويا فلان يا صايم ديم ويا الركين ويا أبو العباس يا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون ينادوا يا أبو قرون إلى آخره وهذا شرك بالله قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ويعلقوا الحجبات والتمائم والطفل يعلقوا للكمون يقولوا بحفظوا من العين والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فذا كلها جماعة من الباطل ومن الشرك الناس الواجب عليهم أن يسيروا إلى الله بالتوحيد وأن يقبلوا عليه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وأن يفروا إليه